قالوا كل ذي نعمتي محسود فإذا انت مرتاح البال محسود إذا معك بيت محسود معك سيارة محسود معك زوجة محسود معك نعمة كبك ثوب أكلة نظيفة محسود وحتى الدول تحسد الدول شوف الجيراننا كلهم محسدون على ما نحن فيه ما حتى يغبطون إن الله يعطيهم نعمة زي نعمتنا لا يحسود تولون زوال النعمة يتمنون على ما قال واحد الحوت نزرق قال أنت قلبك دلون يعني قلبك هذا يحشونك الناس يتكلموا فيك ما كنت تشوف أحد يسبونك في المواقع ما كنت تشوف أحد وإنت الفكرة فإنسان بلا عدوات على ما قال حزيمي ما هو إنسان ناجح يعني عشان تكون ناجح لابد يكون لك عدوات يعني أنا دلالحين تكلمت لك كم موضوع الموضوع اللي تكلمت فيها كلها حتضر الواحد في المئة اللي قاعدين يكونون من ظهورنا الواحد في المئة حيحرق كل وسائل التواصل تسبني وحيحرق كل اللي بتشوف الردود كيف تجيك يقتلون الموضوع يسبون في الموضوع يكتبون ردد معينة سلبية ويقولون هذا الإنسان مدريج وهذا عشان يكرهنهم فيك علشان معارفين أنه إذا وعي الشعب خسرواهم مصالحهم يبقى الشعب غبي عشان يأكلون يجيبون لك تمر مدريج قال فيه وفعله تركوا القطيع بيأخذ التمر هذا وهو كسبان وهو تمر عادي لما توعي الناس أنه تمر عادي رح يزعلهو لكن تزفيه حطب جهنم اللي قاعد يغرر بالجميع يستحق من يكشف يستحق من يكشف وعيونا سيكشف مثل هذه العينات مشكة وسائل التواصل كلها مجهولة يعني تويتر في كم ثلاثين في المئة من الحسابات مجهولة ثلاثين في المئة اللي تستخدم سبنا وسب الدولة السعودية تخيلت الفكرة يجيك باسم القحطاني الشهراني ولا هو قحطاني الشهراني يجي بحسابات معينة قاعد يسب وينترى النعرات بين القبائل ولعن وشتم ومدريج وكذا ويخرب موضوعك اللي يتنزلوا مباشر ولذلك تيك توك فيه وليوتيوب فيه وكل وسائل التواصل فيها هؤلاء الملعين اللي قاعدين يفسدون ويسبون ويخربون ومدريج زي ما قال أنا وشيروا الناس للقمر في انتقدونه وصبعي يعني ايش دخلك وصبعي أنا قاعد يقولك شوف القمر وينتقد وصبعك ويخلي القمر عشان نلفت الناس اللي اصبعك كنا كده كده عساس يلغي الموضوع اللي انتكلم فيه يحسب ان القطيع ما يزاله قطيعا حتيغربه لكنهم اصبحوا بشر اصبح هو الكلب الذي يعوي ولذلك وعينا مهم جدا كلما وعيت الناس كلما كثروا أعدائك الرسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وإمامنا وحبيبنا والله يعني يحشرنا معه ان شاء الله ويحشر اولئك مع الشيطان يعني كم آذة تخيل تذكر مواقف المواقف حق الآذة لا تعد ولا تحصى الرسول كان اذا جوه يصلي رمو السلع عليه حق المواشي ويصلي مثلا حاولون قتله يحاولون يسبونا كان يتكلمون فيه أمه كان يتكلمون فيه حتى ما كانوا يزهمون باسمه صلى الله وسلم عليه فلنأسوا بهم يعني هذا اللي فعله بمن جاب أعظم رسالة حتى عرضوا ما سأل منهم فما مالك منحن يا أخي يا ما حيجينا ويا ما يتكلمون فينا لكن حنا نقول هؤلاء دليل انك ناجح الطعنة تجي من الخلف دليل انك في المقدمة الرسول ما سلم نأخذها عند الله أنا ميزتي هذه والله ما سامح واحد والله ما سامح واحد كل من تكلم وسب ولا اغتاب ولا قال شيء نأخذها عند الله ليه؟ عشان أصلح المجتمع أنا لو سامحت المجتمع فسد لن أسامح واحد لن أسامح واحد كل من حاول يخرب هؤلاء المجتمعات كل من حاول يفسدهم كل من حاول يسبنا كل من حاول يتهجم علينا وعلى وصولنا وعلى شرفنا ما بنسامح واحد نأخذها عند الله يوم القيامة لا يتوقعني بيجي يوم يطلبني ما أعفي أنا عنها حد أخذها عند الله لتربية المجتمع ما هو الشيء لتربية المجتمع لا تنتشر فيه مثل هذه الأمور اللي يفساد الأمة يا أخي ماهم شو أداء أولا اللي يقعد يتكلم ما يشوفها سعيد في حياتي اللي يحسد واللي يتكلم في ظهور الناش أنا قلت لك بشوية حكمة إذا أردت أن تنتقد شخص بأنتقدك يا عبد الحميد لما أتكلم عنده واحد نم له نميمة أتخيلك جالس جنبي وأتكلم أنا رجل بتكلم وعبد الحميد جالس ما بتكلم هم هم جالس ولذلك لما أتكلم أنم الواحد أنا العياد بالله أكره النميمة وأكره النزول مستوى النساء والله النساء أشرف من بعض الناس لكن مجالس النساء مشهورة بالحش أذكر واحدة تقول زميلاتها طلعت أول واحدة قال تم ذلك أترك لكم المجال أنهم يحشون فيها واحدة مستحقت والله ما أطلع لآخر واحدة عشان ما أحد يحشيني لأنه عاربا أنهم بيحشونها ويطالع هلأ مجتمعاتنا غير لا نحش أحد ولا نتكلم في أحد ولو تكلمت في أحد أتكلم كأنه جالس أنا رجل ما أنا من الصنف الآخر أنا رجل وإذا بنتقد واحد بنتقده أمام الملأ وإذا تكلمت أنا ما أنتقد الشخص أنتقد الفكرة جاني واحد بفكرة يفسد المجتمع بنتقد الفكرة هو يظل شخص واش عليه فيه لكن يعرف ما آربوا من الخلف أنه يحسبونهم قطيع بهائم يسوقهم ويقودهم لمصالح عشان يبيع عليهم منتج مناديل معطرة مدهونة بالفازلين قيمة الأحد مئتين ريال وهذا قيمة ريال يتغرب البشر عشان يخضرهم مئتين مساكين والحريم والأطفال والمدريش وفي واحد في المئة كوت بدل مهمية يبيع بل فين ثوب بدل ما كده يبيع بستة مئة هؤلاء اللي غررون على المجتمعات ويحال مستدون إذا وعيت الناس وفهموا أصبحت أنت عدولة فيبدأ يشوهك جيوش ضخمة جالسة تشتغل ضدنا لمصالح لهم يريدون أن نستمر شعوب استهلاكية عشان ما نصنع شي ولا ننتج اتخيلت الفكرة لكن أحفظ الصحابة وراهن عليهم دوما أنهم في النهاية الجينات الموجودة داخلهم بيطلعهم صح حتى لو الآن ارتخوا حتى لو خدروا فترة حتى لو العملاق نام شوي لكنه سيستيقظ يوم هو بيعود أم جاده ويعود تاريخه اللي كان عليه أول ولذلك ما هم حشك الناس الله موجود ما هي رايحة ولو كان الرجال كان تكلم قدامك والنساء دوما تتكلم في الخلف وما هي نسوها البغي هي اللي تتكلم وراء ولذلك خلك من البغاية هذا ولا وخلك مع الرجال الأشاوس ولو كان الرجال كان قابلك ولا يهمونك هذا الاكتابة الحمامات اللي يكتبون في التكتب وكتبون اللي يهمك واحد شكرا لك